اشتركوا في القناة وحتهزمي علشان انتي الاهم دلوقتي معانا دكتور عمر حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق مؤسس حاملة انتي الاهم انا من البداية من سنين عمر يا دكتور وانا سعيدة كده بكلمة انتي الاهم لان دايما بشوف ان الستة المصرية بتاخد بالها من ولادها اوي وتاخد بالها من اسرتها اوي وتاخد بالها من جزها ومن مامتها وباباها بعد ما بتسيب البيت عندهم وبتنسى نفسها بتنسى نفسها في كل حاجة في الاهتمام بنفسها والاكتر كمان الاهتمام في صحتها انها تروح تكشف كشف دوري عشان تشوف هي كويسة ولا لأ بتلاقي نفسها بتجهد وطول ما عليش طول ما العجلة دايرة وطول ما انا قادرة انا مكملة فانتي الاهم دي كالكلمة لفتت نظري جدا هي فعلا الاهم لان هي عمود البيت صح يا راني طبعا هي عمود البيت لما بتوع البيت كله حيطلخبط في البداية طبعا سعيد اني وجود معكم نهاردة اهلا بيك دكتور عمود ويمكن حركة خاصة القصة الستة المصرية حمولة ويمكن بتيجي على نفسها وبيبع عندها مصلحة البيت وجوزها وعيالها يمكن قبلها اي حاجة ومن هنا جات هنا حتى فكرة انتي الهم يعني حتى الناس اللي ما قلول لي هي ايه معنى انتي الهم قولهم ان انت وانت في الطيارة الشهادات الامان والسلام يقول لما يحصل مشكلة لازم الاول تساعد نفسك عشان تقدر تساعد غيرك مش هتقدر تساعد غيرك من غير ما تقدر تساعد نفسك فيمكن نقول منقول لكل بنت ومصرية وكل ساية مصرية انت الأهم ان هي الواحدة تخلي بالها من نفسها ومنصحتها ويمكن عندنا مشكلة في مصر دايما ان احنا عندنا ضعفة في الثقافة الطبية يعني التوعية والثقافة الطب powerless المعلومات ما تبقاش عند الناس يمكن برا عندهم في المدارس عندهم مناهج طواية صحية الطفل والطفلة منهم صغيرين بيقروا في كل حاجة في حياتهم في الأمراض هنا في مصر عندنا المعلومات الطبية وليلة جدا والموضوع ملوش علاقة بالغنى أو بالفقر يعني الناس بصفة عامة ما تعرفش معلومات عن صحتهم ويمكن مع أن أهم حاجة في الدنيا هي صحة البناء آدم البناء آدم عشان يقدر يعيش صح ويستمتع بحياته لازم تبقى الواحدة والواحد صحية وقويسة ويمكن احنا بنكالل في الوقتي أننا في شهر أكتوبر اللي هو شهر أكتوبر الوارد الشهر الليه التوعية ضد سرطان السادي يمكن نقول إن سرطان السادي هو السرطان رقم واحد في الستات ليه دكتور؟ ليه دايماً أن الستات عرضة إنها تبقى مصابة بسرطان السادي؟ ليه؟ الجنس في حد ذاته إن الواحدة ستة هو خلاق ده إن هي عرضة لسرطان السادي يعني من كل ميت حالة سرطان السادي هيجي لتسعة وتسعين ستة وراجل واحد يعني نسأل السؤال هو ممكن سرطان السادي يليجي للرجالة؟ بس من وسط كل ميت حالة سرطان السادي تسعة وتسعين ست وراجل واحد فالست هيكون إن هي ست ده خلاها عرضة لسرطان السادي هل ده علاقة بالهرمون؟ طبعاً هرمون الأستروجم في حد ذاته هو بيشتغل على الخلايا فممكن يخليها عرضة إن يجي لها سرطان السادي زيادة السن كلما الواحدة بتجبر كلما بيخليها أكتر عرضة لسرطان السادي عامل خطر كتير يمكن تبقى موجودة وبنقول بس أي مرض في الآخر إحنا عاوزين دايما نقول إيه؟ الوقاية بعد الوقاية نعمل كشف ومبكر ففكرة إن إحنا دايما اللي بنتكلم إحنا بنزود وعي الناس إيه هي عامل خطر ما أنت لو عارفت عامل خطر وتجنبتيها هتقتر إن إحنا نتجنب المرض حضرتك دين هو طبقة مهمة جدا علشان كنا رسا نتكلم أنا وراني قبل ما نخش هو في حاجة اسمها إن أنا أقي نفسي من مرض السرطان؟ هو أي مرض في الدنيا أنا ممكن أقلل إحتمالية إن هو يجيلي خلي بالك السرطان في الآخر هو زي مرض زيه وزي أي مرض تاني ليعوى ما الخطر إحنا انطبعنا دايما عنده إن هو المرض الخبيث اللي هو فجأة بيجي ومش عارفين إيه أسبابه هو فجأة خلايا الجسم دي بيحصل لها كده فأنا مش متخيلة إن إحنا ممكن فعلا نعمل يبقى فيه إرشادات تخليه إن إحتمالاته تقل جدا إن هي الجينة خلينا الأول نشرح إن إيه سرطان سرطان دي يعني خلايا الجننت حبت نفسها قررت إن إيه تقعد تكبر 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 وتنمو وتجنن الخلايا اللي جنبيها وما يهماش مصلحة لبيت الجسم بعد ما تكبر هتبدأ تنتشر في العادي إيه اللي مفروض بيحصل في جسمنا في الطبيعي كل شوية ممكن خلايا تتجنن بس لو الجهاز المناعي شغال كويس هيروح يضرب الخلايا الجننت دي ويموتها في إيه اللي بيحصل لما الجهاز المناعي يضعف الخلايا التي الجننت دي محدش يقرب لها فتعدي اللي جنبيها واللي جنبيها واللي جنبيها فتيبقى فيه كتلة وورم ابتدأ يتكون فيبقى أول حاجة بنقولها هي حرب ما بين الجهاز المناعي والخلايا السرطانية الطبيعي إن إحنا جوه مع مرور الوقت ومع السن الخلايا الجنن بس لو الجهاز المناعي شغال كويس هيمسك الخلايا الجننة دي ويموتها فبالتالي بنقول أنا عاوز دايما أخلي منعتي كويسة يبقى الأكل الصحي المفيد طب إحنا نقول له وإحنا ليه ما كناش بنسمع عن السرطانات من 60-70 سنة زيادة بالزبط الأكل دلوقتي الفاسفود اللي غاني بالدهون والكلسترول اللي عالي جدا ده يزود احتمالية كل أنواع السرطانات مش سرطان السادي بس يعني حريك لما تسمعي زمان قبل قيرة مع حلات الفاسفود ما كانش فيه السرطان بالانتشار ده فالأكل اللي غاني جدا بالدهون ده يزود احتمالية السرطان فيبقى لعاوزين نطلع بنصيحة نقول للستات نركز مع الأكل الصحي المفيد الأكل اللي غاني بالألياف اللي هو الطبق السرطة والخضار والفاكهة ونبعد عن ثقافة الفاسفود أو الأكل اللي غاني بالدهون التدخين التدخين مش بس بيزود سرطان السادي ده بيزود سرطان الرئة سرطان السادي بيزود اللي حتى احتمالية أن الست يأثر بقى على شكلها أو الشكل الجمالي كذا بس هو بيزود احتمالية للسرطانات ويمكن نقول التدخين بكل أنواعه سواء أنه كان شيشة أو سجاير ويمكن عندنا في المجتمع المصري بقى عندنا آفة في آخر كام سنة أن الستات بقت واخدت تدخين كنوع من شكل الوجاهة الاجتماعية يعني قد يكون عدف كافية مثلا بتشايش ودي مشكلة يعني زي ما نقول أن هو التدخين فعلا من الحاجات اللي احنا محتاجين نوعي بناتنا وستاتنا أنه مرضوح ملوش علاقة بالوجاهة الاجتماعية بالعكس أنت بتضر كده لا هي مش وجاهة صحتي هو نمكنا أنا عارفة هما البنات الصغيرين بيروح يعودوا مع بعض يشيل لك مع بعض على كافية فيبتدوا الولاد قاعدين يقول لها تبدوء يزيد مش عارفة ايه دي بفليفر كذا دي بطعم كذا تدجر بتدوء اللي بعدها بتدوءها مش عارفة ايه فخلاص فبتبقى القاعدة كده هم يعني بينجروا ورا بعض للمسألة دي فهي فعلا ومحتاجين نوعية زي ما حارك قولي يعني التدخين بيزود كل أنواع السرطان ومش بس السرطان السادي يمكن نقول برضو التوتر النفسي والعصبي يعني حارك كرني حياة الناس اللي كتعايشة مثلا من 60-70 سنة حددتك بتكلمني عني يا ده حددتك رائعي تجاير والسترس يعني بتقول كل الحاجات اللي بيديتها بقى قوة تعالج طبعا إذنه كل حلقة دي مش عقل دي كده يا دكتور طب قصد السترس دي هنعمل فيه ايه هو فعلا بقى بيجنن الخلايا خليات الجنن كده طبعا حارك كرني حياة الست اللي كتعايشة سنة 50 وقعدة بتسمع مكلسوم وعصبة هدية ومراهاش حاجة بالست اللي بتطلع وتنزل وتتحرك ورايحة من حتة لحتة لحتة التوتر النفسي والعصبي بيضع في الجهاز المناعي فدائما نقول الأكل الصحي المفيد ننام عدد ساعات كويسة نبعد عن التدخين نلعب رياضة الرياضة من الحاجات المهمة جدا بتزود الجهاز المناعي وبتقوي الجهاز المناعي برضو نصيحا أقولها بقى للستات اعرفي شجرة عائلتك يعني شجرة عائلتك دي فعلا يا دكتور هل فيه نسبة من الوراثة في المرض ده؟ مش في المرض ده بس في كل حاجة يعني حرك اعرفي شجرة عائلتك في كل حاجة مامتك اخواتك خلاتك عماتك جالهم ايه؟ ده يقولي ان انتي تبقى أكثر عرضة من جيرك ان يجيلك نفس الحاجات اللي جات لهم ده بقى عشان انت كده جرحتني بتاني مرة عشان انت بدول خلاتك وعماتك عشان أنا سمعت ان الموضوع ده بالزيت سرطان السدي لا اسألي على خلاتك عماتك بس أنا بكلم حركة هنا بقى على الأمراض بصف عامة يعني حتى الضغط والسكر يعني مثلا واحدة جات قالتلي ده أنا بابايا ومامتي مرضى سكر اقول لهم خلي بالك انتي أكثر عرضة من جيرك انك تبقى مريض سكر لو عشتي زيهم واكلتي زيهم هتبقى مريض سكر زيهم او ما تقولي مثلا بابايا ومامتي مرضى ضغط اقول لهم خلي بالك انتي برضو الكلام دايما يقول للناس ايه؟ فكرتنا دايما في الوقاية ان احنا ندي الناس نصايح عشان نتجنب المرض فيبقى مش بس في سرطان السادي الشارقة العيلة لا ده في كل الامراض فبالتالي لما تروح للدكتور يقدر يقولك انتي أكثر عرضة من جيرك ولا يعني يمكن حتى في قصة ظريفة ممكن نحكيها الممثلة الامريكية أنجيلين جوليه اه لما راح تشالت ليه بابا سدرها لتنى عشانه الأم عندها كان تاريخ مرضي في العيلة سرطان السادي فلما راح تدور فالفحص طيلا عندها لخبطها في جين اسمه BRCA Breast Cancer Antigen ده تحور في الجين التحور فيه خليها أكثر عرضة من جيرها أن يجيلها سرطان السادي وسرطان مبيض في 2013 أنجيلين جشالت سدرها الاثنين بمزاجها هي هي مدعنش عندها سرطان السادي هي لما حكت للدكتور أن عندها تاريخ مرضي في العيلة سرطان السادي طلب منها تحليل فحص اسمه BRCA طلع عندها تحور في الجين فقال لها خلي بالك انتي احتمالية أن يجيلك سرطان سادي بنسبة 80% والحاجة التانية هديها بالسنة عملت ايه راح تشالت الموبايد لأن اللي بيبقى عندها تحور في الجين ده بتبقى أكثر عرضة سرطان السادي وسرطان مبيض ففي 2013 أنجيلين شالت سدرها الاثنين ويمكن دايما كان فيه صورة منتشرة صورة أنجيلينة before and after عشان عاوز يقولك ايه ان عملية التجميل للستات متقلوش تي واحدة شالت سدرها بس عملت عملية التجميل لما تبصي على صورة افتر هتحس ان السدرها هو هو مش هتطرفينيش لسدرها موجود عندنا هنا في مصر موجود طبعا واحنا دايما بنقول عليه للستات لو انتي بقى عندك تاريخ مردي في العيلة واحدة تقول ده أنا مامتي وخالاتي جالهم أصلا عشان آه فعلا كل اللي نعرفه المامجرام بس لا المامجرام ده بنعمله روتين الBRC ده بنعمله مين واحدة بقى عندها تاريخ مردي تقولك ده أنا خالاتي جالهم ومامتي جالهم آه ساعتها ندور ويمكن أكمل حركة القصة بعدها بسنة أنجيلينة عملت ايه عملت منظار شالت بها المبايد لأنه احنا قلنا أنه برضو كان أكثر عرضة نجيلها سرطان مبيض فإنجيلينة شالت سدرها وبعد السنة شالت المبايد ويمكن حتى الناس تقولك بصي على صورة أنجيلينة لسه زي ما هي حلوة ليه لسه عشان نقول أنه في حاجة اسمها علاج هرموني أنت صحيح شلت المبايد اللي بتصنع لك هرمون الأستروجين بس في علاج هرموني ده آمن تخديم من برة يخلي الوحدة بنفس الشكل الجمالي محافظة عليها طب لو أنا ما عنديش تاريخي دكتور بس أنا عايزة أعرف إيه الأعراض اللي تخليني أبتدي حس لا أنا فعلا عندي مشكلة إيه أول عرض يعني أول حاجة واجعة مثلا في الثاني خليني حتى نرجع بقى قبليها نرجع نقول أننا عايزين نعلم بناتنا النين الوحدة بعد كل انتهاء دورة شهرية تخش الحمام تقف قدام المرية نكتب كده على يوتيوب بحاجة اسمها بريس سيلف إغزامنيشن تتعلم إزاي تفحص صدرها يبقى بعد كل دورة شهرية الوحدة تخش تفحص صدرها الاتنين عشان تتعرف على صدرها عشان لو بقى فيه تغير تعرف أنه فيه تغير الفيديوها دي منتشر جدا على اليوتيوب وسهل ووسيطة بنقول للبنات بتعملوها بعد انتهاء الدورة لأنك عملتها وقت الدورة بيبقى فيه تغيرات أساسية مكالكة ومزند فنفحص الصدر أثناء بنفحصه بعد طب إيه العلامات بقى اللي ممكن تشكك الوحدة ابتدت تحس زي كل كيعة في صدرها تغير في شكل الحلمة إفرازات بقت غريبة بتنزل من الحلمة بقى فيه تغير في اللون الجلد في حاجة على الحلمة أو على السادي نفسه أي تغير جديد أو لو هي بتعمل فحص زيدي حاست أن فيه حاجة غريبة ساعتها نروح لدكتور النسا وبيعمل هو فحص وعلى حسب بس سن الوحدة لو أقل من سن الاربعين بنعمل حاجة اسمها صنار على الساديين لو فوق سن الاربعين فيه فحص اسمه المامو جرام ده بيبور عن X-ray إيه ميزة بقى اللي هو الصنار أو المامو جرام إنه بيكتشف حاجات بالفحص احنا ما بنحسهاش يعني الوحدة عشان تحس الكل كيعة يعني ممكن يبقى الدخيري قوي جوه أو صغير قوي ممكن يكون صغير جدا وإحنا دائما بنقول إيه إحنا عاوزين نكتشف الحاجة وهي صغيرة الاكتشاف المبكر يساوي الشفاء بنسبة 100% الاكتشاف المبكر يساوي أن الوحدة تشيل الورم وتسيب صدرها الاكتشاف المتأخر يساوي أن هي تشيل صدرها الاكتشاف المتأخر يساوي أن ينشيل صدرها الاتنين الاكتشاف المتأخر يساوي أن قد يكون يبقى فيه علاج كيماوي فبالتالي نقول إيه كل ما هنكتشف بطري يبقى علاج بنسبة 100% هنحافظ على صدرين الاتنين ونشيل بس الورم فدايما عاوزين ننشر بها ثقافة ان احنا ندور نعمل حاجة نعلم بناتنا حاجة اسمها الفحص الذاتي للسدر اللي هو بريس سيلف ايجزامنيشن بعد انتهى كل دورة شهرية حسيت بأي حاجة غريبة هنروح لدكتور النساء فوق سن الاربعين بنعمل فحص دوري اسمه المامو جرام ده عشان نتطمن ويمكن نقول ان السرطان السادي بادي الوعي به من زمان يعني سنة بس هل في سنة امن يعني حادتك بتقول انه اربعين وثلاثين وحاجات يعني هل في سنة نقدر نقول من بعديه لأ خلاص لما وصلت للسنة ده يبقى مش هيجيلها حاجة ان شاء الله يعني يعني نقول ان ما نقدرش نقول كده نقول للوحدة كون ان هي ست فيازل دايما ان هي اقصر عرض وحتى يمكن حالك تسأليني تقولي طب البنت اللي عندها حاجة وعشرين ممكن ما تجلهاش يعني مستحيل يجله نقول برضو بنسمع عن بعض الحالات يجي البنات عندهم حاجة وعشرين او حاجة وثلاثين سنة فنقول دايما ان احنا ايه ما حبت في دماغنا ان احنا نضور ان هو وارد الحدوث طيب احنا عندنا فاصل صغير ولسا مكملين موضوع ده مهم جدا طبعا نفسي السادة المشاهدين كانوا يبقى معنا في الفاصل ويحضروا احنا بنقول ايه وبنعمل ايه في دكتور حقيقة اسئلة كتيرة جدا وصلها عن بجد عن مرض خطير بياخذوا كل بيوتنا وبقالين الفكرة بقى ايه ان احنا يعني انا ما بقاش بيعادي علي مثلا اسبوع اسبوعين الا لما شفتي فلانة حصلها كذا شفتي فلان حصله كذا اجرلنا وحبيبنا وصحابنا ولدخلالنا هو كتر اوي كده ليه يمكن حرك لفاتي النظر معلومة مهمة يمكن اعوزين اكداليا ان الكلام في الامراض دي اعوزين نغير الفكرة فيه ناس بعضا الناس يقولك ده المرض الوحش ومنتكلمش عنه بالعكس لازم دايما نتكلم عشان نوعي الناس ويمكن الكلام عن سرطان السادي ابتدى من زمان سنة 1974 كان فيه رئيس امريكي اسمه فورد بعد ما استلم بالزبط بشهر الرئاسة البيت اللي ابيض اعلن ان مرات الرئيس الامريكي عندها سرطان السادي وراحت شالت السرطان ويمكن حتى ساعتها الناس سألوها كان اول مرة حد مشهور يعلن ان عندها سرطان سادي قالت ان هي عارفة دور المشاهير وان هي لما يتقال ان عندها سرطان سادي الصحافة والاعلام الامريكي هيبدأ يتكلم ومن هنا فعلا من سات 1974 ابتدى من الاعلام يركز عن السرطان السادي يمكن الزبط الرئيس الامريكي توفت في 2011 وعندها 33 سنة ساعتها يا خبر فاحنا نقول دايما ان احنا عاوزين وماتت بظروف طبعية ماتت وعندها 33 سنة فاحنا عاوزين نقول في القصة دي ان احنا لازم نتكلم وما نخبيش لدورنا ان احنا نوعي الناس وفي الاخر بقول الحركة الستمتت عندها 33 سنة يعني ما تبقى بالشيخوخة العادية بالشيخوخة العادية هو ليه شهر اكتوبر هو الشهر الوردي هو يعني كل السرطانات بنقولها دايما زي ايام عالمية او شهور يتكلموا عليها وكل السرطان بيبقى ليه لون ريبون معين فسرطان للسدي اللون بتاعها البرينك الوردي وشهر اكتوبر اتنق ان هو التوعية فاتسمى اكتوبر الوردي بينك اكتوبر فاحريك دايما هتلاقي الرمز اللي بيرمز لسرطان السدي او توعية ضد السرطان السدي اللي هو الريبون اللي لونها بينك او اللي هي الوردي طب دكتور فيه سؤال الناس كتير بتتأله يعني لما بيبقى انا حاسة ان انا عندي مشكلة في السدي واروح اعمل ماموجرام ويطلع ان انا عندي فيبروز او تلايفات لأي سبب من الاسباب هل ده معناه ان انا لازم اعمل تشاك اوب دوري علشان الحاجات دي ممكن قدام تبقى سبب في انها تبقى تبقى كانسر يعني ويمكن حريك لفت نظر نقطة ان انا اصلا لازم يبقى عندي ثقافة الكشف الدوري بدون ما يبقى عندي اصلا تاريخ مرضي في العيلة وبدون ما انا اشتك من الحاجة يعني يمكن حريك بتقولي طب انا لما اشتكي انا بقولي حريك لا ومنجر ما يبقى حريك عندي تاريخ مرضي في العيلة ولا حريك بتشتكي هو مفروض من بعد سن الاربعين يبقى بصفة دورية دورية دي كل ستة شهر ولا كل سنة كل سنة بحيث ان احنا نبدأ انا في الاخرى الانهدفي اكتشف ايه اكتشف لقدر الله لو ظهر حاجة فمرحلة مبكرة جدا جدا ونرجع نأكد على المعلومة لما نكتشف الحاجة بدري تساوي الشفة بنسبة 100% فبالتالي احنا بنقول دي ممكن النقطة اللي عاوزين نوصلها للناس ما تقولش انا ما عنديش حد في العيلة جاله لا ومنجر حاجة لازم ان احنا هندور احنا بنتكلم على السرطان رقم واحد في السدات ما نقولش ان انا انا اصلا ما اشتكتش من حاجة في السدري برضو لازم ان بعد سن الاربعين ندور لاننا هيمكن زي ما اكدنا كل ما السن بيزيد ده في حد ذاته عامل خطر يعني كل ما الواحدة هتكبر ده عامل خطر زي ما هيكون ان هي ست ده عامل خطر كل ما هي سنها هيكبر ده عامل خطر طب لو انا احامل وعندي بيبي جوه برضو بعمل لا برضو اثناء الحاملة ما بعملش حاجة الا لا قدر الله لو ظهر لها بقى يعني فبعد الاحوال اللي بيحصل ان واحدة مثلا عندها سرطان وحاملة بالغلط دي ممكن بس جينا ساعتها واحنا نسقطها لان هي هتكون محتاجة ان هي تعمل عملية ومحتاجة ان هي تاخد علاج كيماوي ففي بعض الاحوال ان احنا دايما نقول ايه خصوصا بلو واحدة مريدة مثلا سرطان سادي او حاجة لازم طبعا تتأكد ان هي تاخد وسية منع حمل لان هي في البروستس وهي بتتعالج ما ينفعش ان الحمل يكمل لان هي في البروستس العلاج في الغالب بتبقى عملية وفي الغالب بنحتاج علاج بيبقى كيماوي البروستس ده سنة مثلا هي على حسب البروتوكول العلاج اللي هو متحدد له وعلى حسب درجة حالية طرح هتاخد علاج الاول وبعد كده عملية وبعد كده علاج والعملية الاول بس احنا بيقول في كل احوال ان هي الست لو هي مثلا عندها سرطان سادي يبقى لازم في خلال الفترة دي ان هي بتتأكد ان هي تاخد وسيلة منع حمل امينة مثلا ان هي هتركب لولب وزا يكون بيستخدم الاول عائزة الوقت طيب لو كلمنا عن ان شاء الله يا رب لكل ست بمعرضة لهذا المرض المتعافيات من المرض ده برضو بيرجعوا يعملوا طبعا كشف دوري ازاي ما الدكتور بيقول لهم ازاي ممكن يقدروا يساعدوا في المجتمع يساعدوا ستات غيرهم بيقدموا ايه للمجتمع عشان انا عارفة ان فيه مستشفى كتير بصراحة منهم بهاية بيعملونهم حاجات كتير قوي ازاي ممكن يفيدوا المجتمع بشكل او باخر بعد المحنة اللي عادوا بيها دي يمكن الانسبايرنج ستورز الحركة بيسمعيها من المتعافيات بتبقى ملهمة جدا لا ايه حد يعني ازاي ان هي جالها المرض وان هي ازاي صمدت بس انا يمكن احنا بأكد ان بقول اكيد هي ما صمدتش لوحدها ده كان هنا بفيه حد حواليها في البيت بيفهم جوز متعاون يكون يشملها بالحب والحنان ولادها فاهمين ان هم يقدروا لان في الاخر بقول الحرك الراحة النفسية وان البناء ادم يكون عاوز يعيش وان هو مش خايف من المرض وان هو هياخد بروسس العلاج دي في الاخر محتاجة بان ادم يكون من جواه هو حريص على الدنيا فبالتالي نقول ان احنا ده دور هنا العيلة ودور البيت ان نقول ان الستات دولة بيدوا قصص ملهمة جدا حركة لما تسمعها اي قصة من القصص دي inspiring stories وفي الاخر عاوزين ان نغير تيمة كلمة السرطان ان في الاخر السرطان مش يسوي وفاة انا حاجت لحركة قصة مرات الرئيس الامريكا عشان اقول لك متت وهي عند حاجة وتسعين سنة بظروف صبعية فبالتالي نقول ان احنا نعتبره مرض بس في الاخر عاوزين ناخد بالاسباب ان احنا نعمل كشف مبكر عشان نخف منه واللي قبل كشف مبكر قلنا نعرف عوامل الخطر عشان نتجنبه يعني زي ما قلنا لو عامل الخطر اعكسيها يعني ناكل اكل صحي مفيد نبعد عن الاكل الغني بالدهون نلعب رياضة نبعد عن التواطر النفس والعاصب على الدهون ما نقدر نبعد عن التدخين صحيح نبعد عنها نبعد عنها وخلاص بقى رأفها من شكلها بقى رأفها من شكلها بمرض طيب دكتور صحيح السكر من من الحاجات اللي بتخلي السرطان يحيى وينتعش كده زي ما بيقولوا هو بصفة عامة في حاجات كده اسمها السموم البيضاء الملح وسكر الملح وسكر ودي يعني دولة بقى يعني لو ما جابوش لقدر الله سرطان هو السكر أكل السكر السكرية كتير وهيجيب مرض السكر وينكن بقى لو أنا عاوزيني أقولها لك مرض السكر في حد ذاته يجيب مرض الضغط والسكر والضغط هيجيبه مرض القلب وينكن معلومة عاوزيني أقولها مين هو القاتل رقم واحد للسيدات هو مرض القلب الرجل الرجل فالقاتل رقم واحد للسيدات هو مرض القلب وينكن فيه نصيح الوقاية من مرض القلب فيه بعض منها نصيح الوقاية من سرطان السادي يعني لو أنا أتكلم بقى عن نصيحة الست ما هو التدخين بيجيب مرض القلب البدانة بيجيب مرض القلب عدم لعب الرياضة التوتر النفسي والعصبي فبالتالي إن أنا أقول إيه نعيش صح نحفل نفسنا من مرض القلب نحفل نفسنا من كل أنواع السرطانات يعني دايما نقول الإنسان رحلة يبدأ الرحلة صح تمشي معها الرحلة حلوة طب قبل ما الوقت يخلص يا دكتور المبادرة بتاعت انت في شهر أكتوبر اللي هو الشهر الوردي ده بتعمله إيه يعني إيه النشاطات اللي موجودة المبادرة دي بتقوم بيها إحنا كان في كل سنة بينا بنقسم حاجتين ما بين حاجات على سوشال ميديا الحاجات للتوعية من خلال بوستات ونبدأ نتكلم أو نحن ممكن نعمل إيفنتات يمكن نكون موجودة على الأرض يمكن السنة دي مع ظروف الكورونا فموضوع الشغل على الأرض واقف شوية بس أصلي من السنين اللي قبل كده دايما نحن عندنا جزئين جزء من خلال سوشال ميديا من خلال دايما نحن نوعي الناس نقول لهم يعني إيه الكشف الزاتي يعني مامو جرام يعني إمتى ندور إيه العلامات التحذيرية والجزء اللي على الأرض كنا مثلا نعمل كل سنة إيفنت في مكان معين يعني أنا مثلا مرة في السنة كان كبري عباس قلنا كبري عباس يرتدي الوردي وخلينا كبري عباس كله عليه حاجات بينك ويبلالين وكنا بنوضع على الناس في لايرش وحاجات عن سرطان سادي يمكن ساعت حتى الناس اللي كانت ماشي على كبري عباس كانت فاكرة أن احنا بنعمل إعلان عن نوع المأنوع عن ميكياج لأن عشان شافت اللون كل بينك بس حتى تكلمنا معهم فيعني أو مرة عملنا مارسون كري وعجل وكان ستات وبنات كتير مشاركين فيه جميل جدا يا دكتور احنا بنتمنى كل النجاح للمبادرة والمبادرات دي مهمة جدا 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 بالنسبة لمجتمعنا والست فعلا كل ست مصرية لازم نقولها أنت الأهم زي ما قلنا بالأول يا رانيا إيه أنت عمود البيت زي ما أنت كده عمود البيت دايما نقول عندي عمود الدنيا كلها بالنسبة أعزائي المشاهدين أنا عايزة أقول بس كلمة في الآخر او يتخافي بجد أنا أعرف كم من السيدات جالهم كانسر وشوفيه منه غير عادي طول ما أنت قوية ونفسياتك كويسة وأهلك مسندين كده وقفين في ظهرك وجوزك مسندك وولادك مسندينك وكل حاجة اتطمني والله العظيم هتعدي الأيام دي وحترجعتي فتكريها وتقولي يا كانت محنا ووقت وحش قوي الله لا يعيده إن شاء الله هتقومي للسلامة وإن شاء الله هتبقي زي الفل لكل حبيبي اللي عندهم المرض الوحش ده وكل الناس اللي أنا معرفهمش اللي بتمنى لهم كل الخير يا رب بإذن الله هتقوموا كلكم بالسلامة إن شاء الله وبندعم كل المستشفيات اللي محتاجة مننا دعم بخصوص هذا المرض العين رانيا مرسي كانت حلقة مفيدة لأنها اقتراح رانيا بصراحة الحلقة دي النهاردة وبنشكركم عزيزي المشاهدين عايزة أفكركم بس إن بكرة معانا حلقة مهمة جدا 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 بشكر طبعا دكتور عمر حسن ألف شكرا يا دكتور يعني إن شاء الله حتنوارنا مالة تانية لأن التوعية مش هنعملها في أكتوبر بس يعني احنا كل شهرين تلاتة كده هنفكر الناس لو هنا عمر إن شاء الله نفكر الناس إن احنا إيه لازم نكشف الكشف الدول ألف شكرا يا دكتور بكرة حلقة مهمة جدا سنتظرونا في لما الحل